اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى في تفصيلة عايز اتكلم فيها مع حضراتكم يمكن التفصيلة دي برضو فرضت نفسها خلال الايام السابقة وهي اقالة او توجيه الشكر البرتوغالي بريرا رئيس لجنة الحكام عقد بريرا خلي بالحضراتكم انا بنقل حضراتكم معلومات ده مش رأي ده نقل للمعلومات عقد بريرا مع الجبلية ينتهي يوم 30 اغسطس المقبل وليس 30 يونيو الجاري ففي ناس ربطتها بكذا وكذا ولكن محدش له علاقة لانه مسؤولي اتحاد كرة القدم لما اتفقوا مع بريرا كان على اساس بعد نهاية الموسم الكروي بالكامل اللي هيكون يوم 30 اغسطس كمان مسؤولي اتحاد كرة القدم ليس لديهم ده بقى معلومات انا بقولها لحضراتكم ليس لديهم اي نية لايقالة او توجيه الشكر البرتوغالي بريرا ولكنها رغبة وموجودة بقوة وبشدة داخل رابطة الاندية اللي معترضة بشكل كبير جدا على اداء عمل بريرا هي كل او معظم الاندية زي ما حضراتكم شايفين لم يتم تطوير الحكام في ظل الازمات اللي بتصاحب هذا الملف الدائمة دائما الازمات بتحصل زي ما قلت لحضراتكم وزي ما كنت بتكلم الازمات واضحة واضحة لا تحتاج الى تعليق لا تحتاج الى كذا لا تحتاج الى مش عارفة لا 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 كل واحد عنده مشكلة هنا بتحسب ضرب الجزاء لنادي ما بتحسبهاش للنادي مع انها هي لنادي اخر مع ان هي هي نفس ضرب الجزاء اللي اتعاملت هنا نسخة اتعاملت هنا هنا بتتحسب وهنا ما بتحسبش حاجات واضحة جدا 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 ونقدر نجيبها ونوريها قد ايه النادي الاقلي تعرض لظلم تحكيمي خلال الفترة اللي فات تحكيمي خلال الفترة اللي فات